نعود الآن مشاهدين إلى زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها الفريق أول السيد سعيد شنغريحة إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران زيارة عمل والتفقد شرع بها الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران وعلى هامشي هذه الزيارة حث الفريق أول سعيد شنغريحة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في كلمة توجهية ومن خلالهم كافة الوطنيين المخلصين على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الأداء ما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وأكد الفريق أول سعيد شنغريحة أن الجزائر تسير بخطة ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية الإقليمية والجهوية كما أكد سيد الفريق أول سعيد شنغريحة أن السير على هذه الوطيرة الديناميكية وواجب مقدس يتطلب تماسك وانسجام وتضافر جهود جميع ابناء الوطن المخلصين ثاني حق لأحثكم أنتم المرابطون على كل شبر من الوطن والمدافعين عن حرمة مجالاتنا البرية والبحرية والجوية ومن خلالكم كافة المخلصين في هذا الوطن العزيز على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الأداء بما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لسيما وأن بلادنا تملك من المقدرات البشرية والطبيعية والاقتصادية والعلمية ما يمكنها من تجسيد مشروعها النهضوي على أرض الواقع والارتقاء ببلادنا لمصف الدول الصاعدة هذا المشروع الوعد الذي بدأت ملامحه تظهر للعيان بفضل الإنجازات المحققة على جميع الأصعدة والمجالات في السنوات القليلة الماضية سواء مجال استكمال البنى المؤسسات للدولة وأخلقت الحياة العمومية ومحاربة الفساد بكل أشكاله أو فيما تعلق بإعادة تثثيقة بين المواطن ومؤسساته الدستورية وتعزيز الاستقرار النسقي للدولة الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وفي كلمة توجهية له من خلالها حث كافة الوطنيين المخلصين على بدل المزيد من الجهود والرفع من جودة الأداء مما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس الجمهورية الفريق أول سعيد شنغريحة أكد أن الجزائر تسير بخطة ثابتة نحو القمة الجزائر تسير بخطة ثابتة نحو القمة بل نحو الرياضة في مجالاتها الجيوسياسية الإقليمية والجهوية والاستمرار بالالتزام ووفاء على هذه الوتيرة وهذه الديناميكية هو وجب مقدس يتطلب تماسك وانسجام وتضافر جهود جميع ابناء الوطن المخلصين من أجل أن تصبح الجزائر رائدة وقوية ومزدهرة ومقتدرة وفاعلة وليس ذلك بعيداً عن أحفاد أبطال نوفمبر المخلصين والشرفاء خاصة الشباب منهم الذين هم ذخر الأمة هذا الشباب الذي نتوسم فيه خيراً لحاضر البلاد ومستقبعها ليكون في مستوى المسئولية والتحديات على نهج أسلافه الأطهار الذين قدموا كل غالي ونفيس من أجل انعتاق الوطن المفده ورفع هامة الأمة عالية بين الأمم وفي ختال إذن كانت هذه كلمة للفريق أول سيد سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي شرع اليوم في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية في وهران السيد الفريق أول حثى مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في كلمة توجهية له ومن خلالهم لكافة الوطنيين المخلصين على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الأداء مما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس والجمهوري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني